اسم التجربة المحرك والمولد الهدف من التجربة معرفة تركيب المولد تعرف العوامل التي تؤثر في مولد الكهربائي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة ابعاد الأدوات عن الملابس أدوات التجربة مولد مصباح كهربائي صغير أميتر أسلاك خطوات إجراء التجربة نركب دائرة كهربائية على التوالي تحتوي على مولد ومصباح كهربائي صغير وأميتر ندور المقبض اليدوي للمحرك أو عمود دورانه فنلاحظ أن المصباح قد أضاء نغير من سرعة لف المقبض ونلاحظ أن شدة الإضاءة زادت كلما زدنا عدد اللفات وتغير مؤشر الأميتر النتائج المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي جهازان متشابهان إذ يحول المولد الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بوجود مجال مغناطيسي في حين يحول المحرك الكهربائي الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية مجال مجال ويمكنيكية تنقل يسارين الأمر يشهر أموال يسارين يسارين ويمكنيكية يسارين